فشل ذريع مني به حفتر الساعي للسيطرة على العاصمة منذ سنة كاملة حيث لم يحرز أي تقدم مهم على الأرض أمام تصدي قوات الوفاق التي أصبحت تأخذ زمام المبادرة وتسيطر جويا على مساحات كبيرة من المنطقة الغربية وتضرب خطوط إمداد ميليشيات حفتر وقواعده الخلفية ما أضعف شوكتها وجعلها في موقف صعب وقع ذلك أصبح مسموعا ليس في ليبيا فقط بل على مستويات دولية أبرزها مطبخ السياسة الأمريكي الذي لا يمر يوم إلا ويذكر فيه عدم جدوى محاولات حفتر العبثية في السيطرة على ليبيا ولعل آخر هذه المعلومات ما ذكره موقع ذهل القريب من الكونغرس الأمريكي الذي دع المجتمع الدولي إلى عدم الاستمرار في البحث عن حل مع حفتر الذي وصفه بالممثل المتعنت لعدم وجود حل دبلوماسي معه الموقع لم يكتفي عند هذه النقطة بل وسعى لتوضيح أطماع حفتر في السيطرة على البلاد بدعم من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا وغيرها ومسؤوليته عن مقتل ألفي شخص وإجبار مائة وخمسين ألف مواطن على النزوح من منازلهم باستخدام الضربات بالطائرات بدون طيار والقصف العشوائي على المدنيين واختتم الموقع بالإشارة لعمليات الاتحاد الأوروبي البحرية قبالة السواحل الليبية واصفا إياها بغير المجدية في وقف الامدادات الجوية المستمرة لحفتر من الإمارات كل ذلك يأتي ليزيد من خسائر حفتر ويعطي سبلا أكثر لجبهة الوفاق من أجل إدانة حفتر على مستويات دولية موسيقى